السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير وعم دراسي سعيد عليكم ان شاء الله وان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الخامس الابتدائي في مادة المهارات المهنية هعرض معاكم محتوى المادة بمنتهى البساطة قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة قل لكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا جرز على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله تابوا بالفيديو للاخر واستفادوا من عرض المادة المادة عبارة عن محورين المحور الاول بيتكلم على ارتباط المهن والفنون بالمجتمع والمحور ده عبارة عن تسع دروس التسع دروس بصد جدا وسهلين الدرس الاول بعنوان الحقوق والمسئوليات الدرس التاني بعنوان دعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع الدرس التالت بعنوان الزراعة في حضيقة المدرسة الدرس الرابع بعنوان مهارات الحوار الدرس الخامس بعنوان مصادر البحث المختلفة الدرس السالس بعنوان العمل في قطاع السياحة الدرس السابع بعنوان الحرف اليدوية وقطاع السياحة الدرس التاني بعنوان من الحرف اليدوية النجارة الدرس التاسع بعنوان اصنع نفسك وبعد كده جايب لكم شخصيات مصرية مؤثرة دكتور فاروق الباز وكمان جايب لكم المستكشف النشط البروفيسير بريان بوما ده كان الفصل أو المحور الأول اللي انتوا هتدرسوه تعالوا نشوف المحور الثاني مع بعض المحور الثاني برضو سهل وبسيط جدا بعنوان الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة المحور ده عبارة عن سبع دروس السبع دروس تهلين جدا الموضوع الأول بيتكلم على الحفاظ على المدرسة والموضوع الثاني بيتكلم على التخطيط وإدارة الوقت والموضوع التالب بيتكلم على إعادة تدوير مخلفات النباتات والموضوع الرابع بيتكلم على نفايات ذات قيمة والموضوع الخامس بيتكلم على الفن في مصر القديمة وكمان بعد كده جايب لكم شخصيات مصرية مؤثرة دكتور مصطفى السيد وكمان جايب لكم المستكشف النشط كيم ريس وده كان عبارة عن المحتوى المادة مادة بسيطة جدا وسهلة أنا شرحتها قبل كده تقدروا تدخله في قائمة موجودة في القناة وتشوفوا شرح المادة قبل كده إن شاء الله أشرحها معاكم تاني السنة دي قبل يا رب أكون بقدم لكم معلومة وفيدة دعواتي ديكم حبايبي بالتوفيق والنجاح إن شاء الله كنت معاكم بسمر وزهرة